بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم إن شاء الله رحل نبدأ بتدريس كتاب الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الأول وإن شاء الله تكون طريقة التدريس سهلة وميسرة وإذا في أي أسئلة وأي استفسارات يمكنكم كتابة ذلك في التعليق وأتمنى أنكم تشترقون في القناة علشان توصلكم الأشياء أولاً بأول خلونا نبدأ أولاً رحين نتكلم عن محتويات الكتاب أو ما هي الدروس رح نأخذها يونت 1 الوحدة الأولى رح نأخذ good morning صباح الخير يعني طريقة الترحيل يونت 2 رح نأخذ في الوحدة الثانية what day is today ما هو اليوم ما هو اليوم يعني الأحد الأثنين والثلاثة وهكذا يونت 3 what's that ما هذا أشياء نتعرف على أسماءها نقول what's that يونت 4 الوحدة الرابعة around the world حول العالم يونت 5 families عوائل يونت 6 is there a view هل هناك مقابلة يونت 7 where do you leave أين تعيش where I do you leave يونت 8 what are you doing ماذا تفعل رح نتفهم الحين كيف رح نذاكر دائماً يكون في دفتر خارجي نكتب فيه الكلمات الجديدة اللي تعرفنا علي إن شاء الله تكون كثيرة عادي ليلة أنا كل مرة نكتب كلمات جديدة مع الوقت مع كثر الكلمات اللي نكتبها رح تكون كلمات تقل مع الوقت نكتب كل كلمة جديدة وطريقة إملائها نحاول نعرف طريقة إملائها علشان نقدر نجمع كم كبير من المعجم أو فوكابلري الخاص فينا فوكابلري عن معجم وبكذا رح نتقن اللغة بإذن الله نبدأ في الدرس التالي الوحدة الأولى تتحدث عن good morning good morning يعني صباح الخير أكي number one listen and discuss يعني استمع وناقش أول شي رح نقرأ بعدين رح نناقش greetings hi mom good morning hi mom hi dad good morning أوكي هنا hi طبعا إحنا نعرفها درسناها في السنين السابقة أنه hi هي عبارة عن ترهيب hi hello أوكي هنا good morning شوفوا الساعة كم عندنا الساعة السابعة يعني صباحا good morning morning يعني صباح morning صباح أوكي good يعني صباح جيد good morning صباح الخير مثل ما نقول أوكي هنا هذه تحية الصباح good morning بعد ذلك عندنا الساعة 1 pm يعني مساء في الظهر يعني أوكي 1 pm هنا الطالب أو الطفل يقول good afternoon good afternoon porter mister أوكي هنا يحييه يقول له good afternoon good afternoon نستخدمها في وقت الظهيرة أوكي afternoon يعني ظهيرة good جيد يعني ظهيرة جيدة أوكي في العربي عندنا بس مساء الخير وصباح الخير طبعا إحنا في الظهيرة أو في المساء أو في الليل نستخدم مساء الخير لكن في الإنجليزي عندهم صباح الخير وظهيرة خير وعندهم مساء الخير في الظهيرة نقول good afternoon ما يصح نقول good morning ولا يصح نقول good evening أوكي يعني في الظهيرة نقول good afternoon أوكي بعدين قالوا hello george الرد hello hi أوكي how are you كيف حالك قالوا قالوا I'm fine thank you I'm fine thank you أوكي ساعة 7 p.m ساعة 7 p.m يعني مساء أوكي ساعة 7 بالليل أوكي good evening Mr. Long بعدين قالوا وأجاب له good evening شفتوا طريقة الإجابة ممكن نجاوب نفس الشي good morning good morning ممكن نقول good afternoon good afternoon good evening good evening أو ممكن أقول إذا شخص قال لك good morning تقول له hi hello how are you زي كده أوكي الرد راجع لك أوكي بعد ذلك عندنا في الصورة number D hi Alex hello Alex hello I'm sorry hi Danny how it's going not bad يعني كيف الحياة ماشا معك إنه ليس سيئ how it's going not bad جيد يعني مو جيدة يعني وسط أوكي not bad ليس تسيئ أوكي بعد ذلك عندنا صورة A اللي تحت saying goodbye كيف نقول مع السلامة good bye كيف نقول saying تقول ing say saying ing يعني مستمرة good bye هنا يقول له good bye bye take care see you later أدنان أوكي هنا أشوفك إجابتين مختلفة لما أحد يقول good bye إيش تجاوب تقول له bye take care مع السلامة انتبه على نفسك take care أو see you later عدنان يعني أشوفك لاحقا يا عدنان أوكي إذن لها إجابتين good bye اللي هي bye take care يعني bye اعتني بنفسك وsee you later فلانا عدنان خلال نقرأ كاملا اللي نص listen and discussion great thing good morning hi mom good morning hi dad good afternoon mr. porter hello judge how are you I'm fine thank you good evening mr. long good evening hi Alex hello Alex hello I'm sorry hi Danny how it's going not bad saying goodbye goodbye bye take care see you later عدنان good night good night أوكي هذا في آخر الليل أوكي يعني وقت النوم مثل good night فاطمة good night إذن تعلمنا اليوم good morning في الصباح وgood afternoon في الظهيرة وgood evening بالليل وgood night خلاص قبل وقت النوم أوكي وgood bye متى نقولها أو كيف نرد عليها أوكي good bye نرد عليها bye take care أو see you later أوكي good morning وgood afternoon وgood evening نرد عليها hi hello أوكي نشوف الصفحة التالية عندنا introduction هنا أسمى ردت وقالت nice to meet you too يعني أنا أيضا سعيدة بلقائك t double o يعني أيضا خلونا ننتقل لصورة b hi my name is tom hello tom I'm michael but my friend call me mickey hi ترحيب my name is هي نفسها my names اختصار tom اسمي tom hello ردا على hi tom I'm michael I'm michael نفسها I am اختصار but my friend call me mickey أنا اسمي مايكل لكن أصدقائي ينادونني ميكي طيب طيب دخلونا نشوف هنا في البوكس اللي تحت الثلاث بنات quick check quick check يعني فحص سريع A vocabulary جورج's no no مايكل's friend شابين هنا رحين نتعرف متنقول mister متنقول miss متنقول missis وهكذا في الجدول عندنا مكتوب man يعني للرجال رح نقول mister للمارد والsingle صح موجودة في المارد وصح في السingle مارد يعني متزوج single يعني عزب يعني أي واحد متزوج أو غير متزوج نقدر نقول mister لكن هناك تفصيل مع النساء woman اللي هي نساء أو امرأة miss نحن نقول لها miss أو missis متى نقول لها missis إذا كانت متزوجة إذا كانت متزوجة فقط لكن miss رح نقول لها إذا كانت single يعني عزب لكن رح بدل إن إحنا مثلا إذا كان في شخصية أو امرأة لا نعلم هل هي متزوجة أو غير متزوجة واتقاء للحرج نستطيع نناديها بالنداء الثالث اللي موجود في البوكس اللي هي ms نقول لها miss ok for married and single to ok بعد ذلك خلونا نشوف exercise number two pay walk يعني عمل اثنين يعني هذا العمل يحتاج لنا شخصين a start a conversation with a partner يعني ابدأ المحادثة مع زميل start ابدأ a conversation يعني المحادثة with مع partner يعني زميل عندنا اول واحد رح يقول hi فراغ عندنا يعني فلان باسمة مثلا hi علي how are you الطرف الاخر يقول له fine احمد and you بعدين الاول يجاوب i'm fine ولا i'm ok واحدة من الاجابتين ok i'm ok ولا i'm fine يعني اللي بالبرتقالي رح يقولها شخصية واللي بالازرق شخص آخر ok b introduce yourself to a new partner يعني عرف بنفسك لزميل جديد introduce عرف yourself نفسك to الى a new يعني جديد partner زميل hi i'm hana what's your name يعني تكتب هنا اسمك hi i'm hana what's your name my name's asma my friends call me suma my name's hana عفوا my name's asma my friends call me suma يعني انا اسمي اسما لكن اصحابي لادونني suma بعدين هنا ردت وقالت nice to meet you يعني اللي بالبرتقالي شخصية واحدة تقولها واللي بالازرق شخصية اخرى c introduce yourself أو عفوا introduce your friend to a classmate يعني عرف بنفسك لزميل introduce عرف عرف بصديقك introduce عرف your friend يعني صديقك to a classmate لزميل خلاص مثلا حسن حسن this is my friend عبد الرحمن عبد الرحمن this is my classmate حسن يعني هنا يا حسن ترى هذا صديقي عبد الرحمن عبد الرحمن ترى هذا زميلي في الفصل حسن بعدين قال واحد فيهم nice to meet you سواء كان حسن سواء كان عبد الرحمن فأجاب الآخر nice to meet you الأول قال nice to meet you يعني أنا سعيد للقائك والثاني قال أنا سعيد للقائك أيضا بكذا نكون خلصنا هذا الدرس الدرس الأول من الوحدة الأولى أتمنى تكون معلومة سهلة وميسرة ومبسطة وصلتها بطريقة أفضل وأتمنى تشتركون في القناة وتفعلون زر التنبيهات وتحطون لايك تقدير اللي سعبي ومجهودي وإن شاء الله الدرس القادم رح يكون في فيديو منفصل كل درس على فيديو منفصل حتى يسهل الوصول للدرس وأتمنى تحطون دفتر خارجي تكتبون في الكلمات الجديدة وتعرفون كيف إملائها وتراجعوها دائما وإلى اللقاء في فيديو قادم وأستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعه باي باي